السلام عليكم ورحمة الله وبركاته و اهلا وسلم بكم في حلقة جديدة حلقة التصوير المصري بعد غيبة فوق الثلاث شهور بنرجع تاني الفيديو بإذن الله ما يكونش اخر فيديو و بإذن الله ما عصالش اي حاجة اخر عليكم تاني بس بجد انا وحشني ان انا عمل فيديوهات وحشني ان انا اشرح فلنقش في حلقة النهاردة وحاجة كان نفس اجيبها او مش كان نفس اجيبها قوي حاجة ما كانتش عندي ولما اجيبتها قلت لازم اتكلم عنها مين فينا ما شافش حد في الشارع او حد بيصور بالليل في حتة اوبن اير او حتى في قوعة ما بيصورش بالفلاش ديسك ايه الفلاش ديسك هو ده الفلاش ديسك نفتح سامع بعض ويعرف ايه هو وبيعمل ايه اول حاجة تخلي بالك عشان بيضرب في الوش دربة وشة بحظر عشان هو من قطر الصغر حجمه هو بايه خطته يحشم ده الفلاش ديسك ده موديفاير او ديفيوزر للفلاش زي الديفيوزر البلاستيك اللي بيجي معي في العلبة وزي الديفيوزر اللي هو نص كوباية كده وزي الديفيوزر اللي هو كوباية بس ده تليمين اشهر او ديفيوزر زي انت شفتها على البرامج التانية بقى على اليوتيوب على الحقيقة فايه بقى ده و ادنيته و سعره و نتايجه و اجيبه ولا ما اجيبوش ده الدور بتاعي النهاردة ان انا اقولك كلام ده كله بصة سيني زي ما قلنا ده موديفاير للفلاش طب هل اجيبوه ولا ما اجيبوش هجابك عالسؤال ده اولا استعمال الموديفاير ده استعماله الا ان شايفه مالوش استعمال تاني غير الاستعمال ده لما تكون بتصور فرح او او حاجه محتاج فيها الفلاش ومافيش فوقيك سقف ان الفلاش يضرف فيه فينزل يعمل انتشار او سبليت على الناس وينتشار بنعمة زي ما احنا متعودين في القاعة يعني قاعة وبنقير بالليل او اي حاجه بالليل او اي حاجهة بالليل ملهاش سقف فالفلاش هيدرف فيه عشان يعمل انتشار على الناس مش هيلاقي حاجه يضرف فيها ففي حالة عندما يضرب فيها النور سيطلع في الهواء يعني خلاص هو النور يطلع للفوق كده لو جاء على شخص قدامك جزء فهي جزء بسيط في الحالة دي بنلجأ للفلاش ديسك النور يضرب جوه الفلاش ديسك فلاش ديسك بيعمل على الأساس ان هو بالبلد كده السقف او السيرفس او السطح اللي بيضرب فيه النور فينعكس على الناس يعني الفلاش بيكون مكانه هنا دخل الفلاش هنا كده وبيضرب من ناحية ديه بينعكس على الناس كده بعتبارًا ان ده السقف اللي هيضرب فيه النور enعكس على الناس بنعمة ليه الحجم الفلاش ديسك الكبير عليين يكون مسلا لا يكون بدارة ضغيرة كده عشان النور يصبع على الناس بنعمة طب اليمن هنقبرش بقى الفلاش ديسك لان انت مش بتركب اوكتر على الكاميرا وانت بتصور هذا كده حجمه على الكاميرا أصلا بيقبض احيانema هو التظمي بحس أن انت عندك حملي كده على الكاميرا او حاجة كبيرة على الكاميرا خصوصا واحد زي انا مش متعود على الفلاش ديسك ده بس جاء عندي اردر او جاء عندي شغل كان فرح اوبن اير بالليل طب انا اشتغل ازاي اوبن اير بالليل يعني محتاج ان انا حاجة تدرب فيها النور على الناس نعم طب اشتغل بفلاش يسعين درجة على الناس للأسف هيطلع الاضاءة هارش حتى لو انا مركب ديفيوزر انت مرجح على الناس فلأ احتشار الفلاش ديسك ده على فكرة الفلاش ديسك ده مش غالي سعره كله على بعضه 75 جنيه ففي اما كم يبيعه ب 100 جنيه في يوم هيبقى غالي او ب 100 جنيه سعره 95 جنيه بباعه في كل محلات الكاميرات والتصوير فمش غالي فيه صور هارطها لكم صورة بالفلاش من غير الفلاش ديسك وصورة بالفلاش ديسك كل الفكرة ان انت زي ما قولنا وبيعيد تاني اعتبدا ده السقف استعمل الفلاش ديسك اين دور ولا هو او الدور بس لا ممكن تستعمله اين دور بس بس في حالة ان السقف بينك وبينه مثلا خمسة متر سبعة متر اللي هو الاضاءة طاعت الفلاش مش هتوصل تضرب فيه وتفرش على الناس يعني في السقف العادي او فييج مثلا بمتر ونص بثنين متر الكلام بتاع القاعدة اللي احنا عارفينه ده ده تمام اضرب الفلاش فوق هيامل سبلتة على الناس بنعمه وهينورك المشهد كله وعلى فكرة انا باعشق التصوير بالتكنيك ده انا لما استعملت الفلاش ديسك في موقع فلنا كنت محتاجوا فيه في الابن اير قدى معايا نورلي الناس ويخلى الاضاءة كويسة بس بتحس ان الاضاءة مركزة شوية يعني بتنورلك القريب من الكاميرا اكتر يعني بتخلي اللي وراه مضلم شوية فبتحس الصورة مش حلوة اوي انما لما بتصور بالفلاش في قاعدة فيها سقف تدرب الفلاش لفوق فينتشر على الناس وعلى الشخص قدامك بتحس ان الشخص النور والقاعدة كلها معاك من نورة والصورة كلها لبعضها من نورة وجميلة مش معنى كده ان الفلاش ديسك وحش فلاش ديسك ليه اوضاعه اللي تستعملوا فيها في ناس كل يستعملها فلاش ديسك لان كل تصويرها مثلا زي حفلات زي حاجات اوبن اير فهو ما فيش موديفير هيقدى معاه زي الفلاش ديسك انما فيه ناس تستعمله عماله على البطال بالنهار و بالليل في الشارع ومنشوف المناظر دي كتير خصوان على البرامج اللي عليها في دوات 30 ثانية من رحش نقول اسماء فيا جماع الفلاش ديسك استعماله بيكون في الاوبن اير بالليل او لما يكون محتاج اضاءة يا عم انما مش بالنهار مش الساعة 2 الدهر ولا 12 الدهر تركبه على الكاميرا على الفلاش وتصور به وممكن كمان ما تشغلوش يعني هو مش منظر بس هو مش منظرة ده هو اصلا بيحسك ان الكاميرا حجمها كبير فانو حب الناس محبتش اللوك كده فاجيبه او ما جيبوش حسب نقطة صورك كما قلتلك بتصور فقعات مقفولة ما تجيبوش ممكن تصور اصلا بالفلاش مجرمه دي فار انت تضربه في السقف كده كده في حالة ان انت مركب بالفلاش ديسك عشان نكون متفقين بس الفلاش مش هيتني معاك لقدام ولا الورق يعني هو اداءه او هو معمول عشان الفلاش ديسك يتحط عليك كده بس يعني هو يتحط عليه والطول كده وات نيجي ناخد صورة بورتري مثلا مالك كاميرا كده فلاش ديسك المتوجه ناحية الشمال خلي بالك عشان ممكن ينور لك جزء من الشخص اكتر من الجزء التاني حاول وانت مركب الفلاش ديسك ليحود كل صورك لانسكيف بالعرض عشان الفلاش ديسك يكون فوق فهينور للمنظر كله والناس كلها انا بصورها تنور والاشخاص تنور اضاءة متساوية انما بورتري وهقلب الكاميرا فالفلاش ديسك ليحود كل من احد الشمال فهينور لجزء الشمال اكتر من اليمين لا برشحش تعمل كده خالص وانت مركب الفلاش ديسك على الكاميرا وعن تجربة مش بقولك كلام جدا وخلاص ديئة واحدة اركب الفلاش ديسك واريك شكله عامل ازاي ده منظر الفلاش على الفلاش ديسك انا ما بحبش المنظر ده بس بيبقى عليها وقات ببقى مضطر ان انا استعمله عشان اوبن ايري ومفيش سقف هستعمله ازاي القستق بتاع الفلاش ديسك عشان بس تبقى عارف بيكون ضيق حبتين 3 ا4 هتركب الفلاش بصعوبة بس هو معمول كده عشان ما يفوتش منك او ما يوسعش منك ما الوقت او يقوم معاك فترة طويلة ما يبقاش يعني ما يبقاش منك بمعنى صح عشان ما تقولش لا ده دايق او الفلاش مش داخل وانا هغيروا لا ما تغيروش بيخش عادي هو تمان جدا بس وص ما شاء الله يعني ماسك مش اي خبطة عشان ده بتخيبت كتير منك في القاعة انا بقى تفكر ان هو كده بسهولة لا 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 بتخيبت منك في القاعة كتير مش اي خبطة هيقع بتاع الموضوع معاك هيبقى صعب بس فيش مجال اصلا انت تتنيئة ده الورا كده بس لو تنيته هيعمل ازاي هتنور كده ازاي ولا هتتصور حد كده ازاي مفيش هيتني معاك بس مالوش لازمة فهو قلت الصور بيكون بالشكل ده لاكش دعم البصاري ان انا بموريك هنا الليف الفلاش كده عشان ما تقولش ان انا بعملو طريقة مختلفة هو بيكب كده على الكاميرا حتة البرتيري اللي لسه إله بيبقى مالك يعني انت تركب على الكاميرا طيب شكرا هو نور لك جزء الشمال ومنور لكش ديميل او نورو مش بتساوي فما تعملش كده هل الفلاش ديسك اللي بتوسخ بيتغسل شخصيا لغاية دلوقتي ما قربتش بس عمليا انا شاف ان هو ماش لو ترمى في الغسالة وخلت له دور كده ربع ساعة مش هيحصل له حاجه دور كده هو كل عباده وماش وبهو سلك ماسكه عشان ما ما يتنيش معك او لو ما يتني يتفرد بسهولة بسهولة بس كده اعتقد الموضوع بسيط وحلقة العزيزة كده خفيفة عليكم الفلاش ديسك شوفته كتير قوي بس ممكن تكون ممكن تشعرف استعماله ايه فدينا عرفتك و لو هينفعك اشتري مش هينفعك ما تشتريهوش قطعة مش هتزود كتير او لعدتك بس بسه لو اوبن اير هتزود لك جامد ومش غالية يعني حتى ممكن تشتريه لو عندك ايفنت او حاجه مرة وتشيله ومش هيخصر معك انا منساك ما اشتريته استعمالته مرة بس مجاليش حاجه تاني اوبن اير اللي انا استعماله فيها فشيله كده كده سيارو مش غالي زي اقول لها حوالي خمس سعبين جنيه او مي جنيه و بس كده يا رب كون قفتك و رب كون استمتعت بحلقة اللي اللي غيرين بها كده بنسخم بيها بس و بتنساش في الكومنتات هتقول ليت معاك فلاش ديسك ولا معاكش فلاش ديسك و يا ريت دعوة حلوة منك في الكومنتات وبينك وبين نفسك يا اخي مش مشكلة سياركم اللايك و بنشير و بنكومنت دعوة حلوة بس كده بزر الغيب و سلامة